انتكاسة جديدة تضاف إلى سلسلة انتكاسات المصالحة الفلسطينية يعيشها الفلسطينيون هذه الأيام فالمصالحة بين حركتي فتح وحماس تمر بأزمة حقيقية وهي في مرحلة يمكن اعتبارها الأسوأ وذلك بعد فشل الجولة الأخيرة من المباحثات التي عقدتها المخابرات المصرية مع وفدين من الحركتين في القاهرة الأسبوع الماضي فشل الجولة الأخيرة من محادثات المصالحة الفلسطينية جاء نتيجة لمجموعة من اللاءات الجديدة التي وضعتها حركة فتح ورفض حركة حماس العودة إلى تنفيذ اتفاقية الثاني عشر من تشرين الأول عام الفين وسبعة عشر والتي وقعت في ظروف كانت حركة حماس تريد منها دفع العجلة للأمام وبقوة لكنها فشلت في استدراج الرئيس محمود عباس لتقديم تنازلات مقابل تنازلاتها وما يهدد المصالحة الفلسطينية ومصيرها اليوم بالأخطر هو نية السلطة الفلسطينية إضافة عقوبات قاسية وأجراءات جديدة على القطاع والضغط على تل أبيب لعدم إدخال أموال المنحة القطرية الثانية إلى موظفي غزة المدنيين وعزز الانتكاس بين فتح وحماس سيل التراشق الإعلامي الذي برز في الأيام الأخيرة والذي افتتحه مسؤول ملف المصالحة في فتح عزام الأحمد بهجوم شنه على حماس ونواياها بشأن ملف المصالحة تلا ذلك رد من حماس على الهجوم بتأكيد عدم جدية حركة فتح والسلطة في المضي بالمصالحة للأمام من جانبها وجهت مصر دعوة لفصائل فلسطينية أخرى لزيارة القاهرة من أجل بحث الملفات العالقة ومنها المصالحة والتهدئة لكن فرص الوصول إلى توافق فلسطيني على التهدئة مع استثناء حركة فتح من الأمر تبدو الأقرب في ظل تنافر طرفي الانقسام الفلسطيني وعدم رغبتهما في التقدم بملف المصالحة ووضع العراقيل في طريقها ويبدو أن مصر كذلك غير قادرة على القيام بعملية ضغط حقيقية على الطرفين للوصول لتفاهمات بإعادة المصالحة إلى سكتها الصحيحة ورغم رغبتها العلانية بإعادة السلطة إلى القطاع من بوابة المصالحة إلا أن القاهرة لا تستطيع الضغط على السلطة ولم تنجح في ذلك خصوصا في ملف رفع العقوبات المفروضة على غزة والتي وضعتها حماس كشرط للبدء في أي حوار مقبل ترجمة نانسي قنقر